فيه هلبة رسائل وصلت ولكن اختارلنا فريق العمل رسائل للضيوف خلنا نبدأ بك نورا ليه ما تبدو بي أنا؟ نبدو باليمين؟ الله ما جعلنا من أهل اليمين نورا خيرك ديما نحس فيك واخذ موقف هجومي في هلبة أمور كويس صراحة كويس نطرح الموضوع حضر لأنه مهم جدا نحكي فيه حكيت فيه الحلقة السابقة ونحن عاود نقولها من جديد ناس واجد يقول لي أنت تحبي تظهري المجتمع الليبي أنه هو سيء أو تحبي تظهري ليبيا أنه هي سيئة الحقيقة مش هكي أنا أتمنى وأطمح وتقريبا مسؤولية الإجتماعية تجاه ليبيا وتجاه المجتمع الليبي اللي أنا منها واللي أنا العيلتي منها واللي أنا أريدي أسرة فيه ممكن بعد بكرة يجوني عيال وحيكونوا ليبيين مسؤوليتي الإجتماعية تحتم عليّ أني أنا نحكي وإني أنا نحط الأصبعي على مواضع سيئة أو أشياء سيئة نحن نتمنوا أو نطمحوا أنه هنا يتغيراً عشان نشوفوا ليبيا في مصاف الدول الأخرى خالد 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 ضارتك قدامك يا خالد قال لي خالد خاط التمثيل هل عندك شغل ثاني صمصار عندك شغل ثاني ولا ما عندك يلا عندك تولي صمصار رفلوس ما كسب حاجة حاجة بلي حارة طبعاً عندي شغل ثاني عندي شغل ثاني شنو هو نقدروا نعرفوه ولا لا التمثيل كريمة هيا كريمة طلعي وقل يا كريمة قبل أتقري رسالتك أدويليبي من الشغل يا خالد والله ايه بشيني مو التمثيل حتى يا لاطيب يا لاطيب يا لاطيب كريمة يلا كريمة علاش ديما نشوفوا فيك خارج رمضان موجودة هل حتكوني في رمضان الجاي إن شاء الله نكونوا من أهل الدنيا هذا الموضوع طبعاً ما يقتصرش التمثيل ما يقتصرش إلا فهيكون في رمضان بس إحنا نمثله في كل وقت يعني بس إحنا في ليبيا عندنا الموسم رمضاني يمكن أكتر حاجة في هذا التمثيل إن شاء الله والله هذا على المخرجين مش علي أنيني نقرر نكون في رمضان وللأ أنك أنا نتمنى نكون معاكم في رمضان على الشاشة بإذن يلا يواصل بسم الله علاش ما كملتش تكتب في مقاطع عدوي ليبي أو هون مقصود بالمشاهد يعني أنا كتبت مشاهدين الأولات في الحلقة الأولى والتانية ولكن بصراحة أنا بدت فعل الكتابة نفسها بدت تبعدت عليه لأي فترة وحبيت إنها حتى يشاركونا من فنانين مبدعين آخرين وعندنا ما شاء الله كتاب وعندنا يعني زي الأستاذ عبد الحفيد سعيد نحيوه اللي يكتبننا في مشاهدنا في الحلقات الماضية ولكن أنا نظل قاعد نقول نحب الإخراج والتمثيل الأكتر من الكتابين رندة قلت لكم قلبي بدي دق الإشباحة تكتب بالبيل وانتي تقول الله قرم عليه ليه نبي نسأل رندة أعلاش أنت نغارة في الألعاب هكي ربي خلقني عاد عاد فروحي إيه لو ما كنتش نغارة يعني مش حنستمتع باللعبة ما تبصرش بكل هذه اللعبة فأكيد نبي نستمتع هي في نهاية أصلا اسمها لعبة فلازم ننغر شوف النغرة بتاع اليوم حتى إيه عندي ضرف إيه ذا بشيرتي وخلاص سني ما تفكرش تسيب التقديم وتولي ممثل محترف لا ما نفكرش قاعد لكم قولهم قاعد لكم قاعد في إدويليبي مليش متحرك وبنمثل وبنزوز لا وبنساير وبنزوز تيدويليبي قاعد وفي ميات سلم قاعد وفي توب نايد قاعد إن شاء الله يا ممثلين ارتاحا ومش حنخفض بكم هذه الضوء هو يا محمد السؤال عرفت بتقولها هو السؤال شكل غلطين لكريمة أنا حقانية أنا من غرش أنا حقانية حتى أنا من غرش إيه لا أنا حقانية